محافظة الكرك تعاني كغيرها من المحافظات من ارتفاع أسعار الشقق سواء كانت للإيجار أم لغايات التملك كان أول قديم يعني مو زي حسن لأن الأسعار كل ما فيها بترتفع كل يوم عن يوم بزيد شايفين فالله مصلي على سنة محمد فكل يوم بزيد أسعارها يعني ما بتقل عن أول نحدث الآن عن ارتفاع الأجار أو القصد الشهري الذي يدفعه المواطن للشقق الموجودة بالكرك نلاحظ أن هناك ارتفاع كبير لهذه العجرة وأسبابها جشع وطمع صاحب الملك المواطنون والتجار كلا لديه أسباب لارتفاع أسعار الشقق في محافظة الكرك بالنسبة للشقق السكنية لأنه سعر الأراضي اختلفت الأحكام بالنسبة لسعر الأراضي فصار اللي عنده قطعة أرض كان سعرها 30 ألف الآن الأحكام الجديدة ما بقدر يشتريها الواحد إلا يكون سعرها 40 أو 50 ألف والسبب أنه الأحكام واللي وضع قانون أحكام الأراضي في محافظة الكرك بل على مستوى المملك كامل اللي وضع القانون هذا كان القانون جاير ارتفعت أسعار الأراضي إذن ارتفاع أسعار الشقق في المحافظات خاصة الذي تعاني من ارتفاع نسب الفقر فيها جعل الكثيرين من المواطنين يتراجعون عن تملك شقة أو استئجار شقة بمساحات تناسب احتياجاتهم العائلية على أمل أن يتحسن ظروفهم المعيشية وأن تتخذ الحكومة إجراءات تساعدهم على ذلك اشتركوا في القناة